ضحضت سلطات منطقة سينجيانغ الصينية التقارير التي أفادت بتعرض الصحفيين الأجانب للمضايقات أثناء عملهم في المنطقة وذلك بعد أن ادعى صحفي من بي بي سي أنه تعرض للمضايقة والتدخل في عمله في سينجيانغ وحول هذا الشأن أدل مسؤول رفيع المستوى في سينجيانغ بالتصريحات التاليح قال بعض الناس أننا لا نسمح للصحفيين الغربيين بزيارة سينجيانغ هذا غير صحيح لأن سينتيان منطقة مفتوحة في الصين ونأمل في أن تزور وسائل الأعلام الأجنبية بما فيها الغربية سينتيان ونرحب بهذه الزيارات مهما كانت زيارات منظمة من قبل الحكومة الصينية أو زيارات فردية عندما جاء مراسل بي بي سي اتصلنا بهم واستمعنا إلى آرائهم حيث كانوا يأملون في أن نقدم لهم بعض المساعدات وأثناء الزيارة سألني مراسل بي بي سي عن أرائي حول قضايا الأعراق مكافحة الإرهاب والأديان في سينتيان فتحدثت عن أرائي وقالوا إنهم وافقوا على بعض وجهة نظري وسألناهم عن الأماكن التي أرادوا زيارتها وبذلنا قصار جهدنا للمساعدة وقمنا بالتدابير المعنية ودعوناهم إلى زيارة بعرض مكافحة الإرهاب ونزع التطرف في سينتيان وزيارة معهد الدين الإسلامي بسينتيان وإجراء مقابلات وجها لوجه مع بعض المواطنين كانوا معجبين جدا بهذه التدابير واصفين إياها بأنها تجاوزت تصوراتهم ترجمة نانسي قنقر